أخي يقول اشترى سبائج ذهب من بنك كندي وهل هذا يعد من ربا النسية أعمل إيه أنا عملت كده كيف أتخلص ما أتبع الأصل في التجارة في الذهب أنها مشروعة شريطة التقابض فإن بيع الذهب بعملة أخرى لابد من التقابض فقط إذا بيع الذهب بذهب مثله لابد من التماثل للتقابض حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتم والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدن بيدي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شيتهم إذا كان يدن بيدي فإن بيع الذهب بالذهب فلابد من التماثل والتقابض وإن بعته بالفضة أو بأي عملة أخرى فلابد من التقابض لا أدري كيف كان شرائك للسبيكة من البنك الكندي لكن طبق على معاملتك هذه القواعد السابقة يتبين لك حكمه وإن كنت قد اشتريتها نسيئة جهلا منك بالحكم وخطأ فأنت معذور بخطأك تخلص من هذه المعاملة بما لا يعرض لخسارة المحقة من حيث التوقيت ولا تعد مثلها في المستقبل ترجمة نانسي قنقر